السنة هذه ممكن نقول منافس جديد دخل للسوق وصار فيه صراع الجبابرة معنا هاتف ينتظر الكثير سنويا من سامسونج وهو هاتف سامسونج جالكسي اس 25 والسلسلة الخاصة فيه تعالوا نشوف مع بعض وش قدمت لنا سامسونج خلال 2025 حياكم الله أنا طارق من قناة طارق تيكس وبستعرض لكم أول مراجعة ونظرة سريعة على مميزات هاتف سامسونج جالكسي اس 25 وهي سلسلة جديدة وفيها ثلاث هواتف الأول سامسونج جالكسي اس 25 الثاني اللي أكبر شوي منه هو سامسونج جالكسي اس 25 بلس أما النسخة الثالثة الأكبر واللي فيها كل المميزات والأقوى وهي سامسونج جالكسي اس 25 ألترا هذه السنة قدمت سامسونج تطور ملحوظ أول شي نجي عند الشكل الخارجي الشكل الخارجي أصبح ما في زوايا منحنية وصار الهاتف مستقيم من كل الأطراف حتى من الشاشة حادة من الأطراف وهذا يخلي الشاشة مسطحة لمحبي الشاشات اللي تكون فلات أو مسطحة أو تكون مستوية بشكل كامل وطبعا ما يحتاج نتكلم عن قوة ونقاوة وجودة الشاشات اللي موجودة في هواتف السامسونج وخصوصا اللي تصنحها أيضا سامسونج الثلاثة الرائعة اللي تشوفونا أمامكم من الخلف عندنا بنسخة الاس 25 وعندنا أيضا بنسخة الاس 25 بلس ثلاث كاميرات من الخلف أما بنسخة الاس 25 ألترا فعندنا خمس كاميرات وهذا الهاتف المشهور بالزوم العالي وطبعا كل نسخة لها ألوان محددة عندنا الألترا متوفر لها أربعة ألوان عندنا البلس متوفر لها عدة ألوان وعندنا الاس 25 أيضا متوفر لها عدة ألوان عندنا اللون الكحلي بصراحة اللون الكحلي أنا عاجبني عندك اللون الرصاصي عندنا اللون المائل على الذهبي واللون الرصاصي الغامق يعني حاطين لك ثلاث درجات الأبيض الرصاص الفاتح الرصاص الغامج وعندنا اللون اللي جاي على ذهبي كذا طبعا نسخة الألترا جاي بهيكل من معدن التيتينيوم وهذا اللي يخلي قيمة للهاتف أهم ميزة شكله الجمالي كذا يعني لون مختارين درجة محددة وشكله كذا أنيق جدا خصوصا اللون مطفي لكن في كل الأحوال أنا أنصح بشراء الغطاء الشفاف أو الغطاء من عدة ألوان وهذه أيضا بنفس الوقت بستعرض لكم إكسسوارات الأصلية من سامسونج اللي سامسونج من نفسها صممتها ووفرتها للبيع بمتاجرها عندنا مثلا غطاء شفاف عندنا غطاء باللون الأسود ويطلع لك شوي من اللون في بعض الزوايا عندنا واحد من الأغطية جميل جدا تسحب كذا ويصير زي المسكة عندك من الخلف إكسسوارات تعليقات وغيرها من ناحية الواجهة كعادتها سامسونج قدمت لنا واجهة محسنة جميلة جدا وهذه نظرة سريعة كذا على شكل الواجهة مع استخدام القلم اللي يتميز فيه نسخة الجالكسي S25 Ultra فقط ميزة النسخة هذه أو هذا الهاتف أنه يعني ينفع ترفيهي ينفع أعمالي ينفع استخدام شخصي معاك القلم تقدر تستخدمه تقدر تستخدمه في التحديد على الشاشة والبحث في كتابة الملاحظات بالإضافة أنهم طوروا استخدام الذكاء الاصطناعي تذكرون السنوات الماضية كيف أضافوا الترجمة المباشرة ترجمة المكالمات بشكل حي ومباشر تلخيص مقالات يكتب لك ردود يقترح لك كتابة إيميل يقترح لك كتابة مقال عندك ممكن النوتس يدخل فيها الذكاء الاصطناعي يعطيك الأكشن بلان أو خطة العمل القادمة من النوتس اللي أنت تكتبها أضافوا ميزة جديدة هذه السنة الميزة هي تسجيل المكالمة أثناء المكالمة والميزة الثانية يلخص لك المكالمة نفسها لنفترض أنه عندك اجتماع عبر اتصال فياخذ منكم الكلام ويفرغ فيه نقاط فلو تقول له طيب أوكي أنا بروح أجيب كده وأنا اللي بمسك الشغلة فلانية وأنت عليك أنك تكتب التقرير وترسلي فراح يسجل هذه المكالمة ويعرف وش الدور والمهام اللي عليك والدور والمهام على الشخص الآخر من المميزات أيضا أنه أضافوا تقدر تطلب من الذكاء اصطناعي وش مباريات النصر مثلا بما أننا الحين جايسين نشوف الكاميرا مركزة على كريستيانو رونالدو والسي فلو تقول له مثلا وش مباريات النصر القادمة بيقول لك عندك يوم الثلاثة عندك يوم السبت وبعدها يوم الخميس فتقول له أضف لي هذه في الكالندر راح يضيفها لك في التقويم أو الكالندر عشان يوريك مثل مباريات القادمة سواء فريقك الهلال النصر الأهلي الاتحاد كل الفرق على العين وعالرأس بما أنه هذه نظرة سريعة فما راح أذكر كل المميزات لأنه عندنا مراجعة قادمة إن شاء الله كفصيلية لكل هاتف من هذه الهواتف الرائحة الحين نجي نتكلم عن العتاد الداخلي في هذا الجهاز عندنا نسخة الـ S25 Ultra تجي شاشة 6.9 من البوصة الحواف صارت أنحف من النسخ السابقة عندنا نسخة الـ S25 Plus فالشاشة بحجم 6.7 من البوصة أما نسخة الـ S25 فحجم الشاشة 6.2 من البوصة معدل التحديث فيها من 1 إلى 120 هرتز نجي الآن للكاميرات نسخة الـ S25 والـ S25 Plus الكاميرات فيها 12 ميجابيكسل هذه زاوية واسعة وعندنا 50 ميجابيكسل مع عزل 1.8 هذه أيضا واسعة وكاميرات التقريب 10 ميجابيكسل أما لو نجي الآن عند كاميرات الـ S25 Ultra والتي هي 5 كاميرات عندنا الزاوية الواسعة جداً 50 ميجابيكسل أما الزاوية الواسعة 200 ميجابيكسل وعندنا كاميرا التقريب الأولى 50 ميجابيكسل وكاميرا التقريب الثانية 10 ميجابيكسل أما كل النسخة الثلاثة من ناحية كاميرا السيلفي أو الكاميرا الأمامية فهي 12 ميجابيكسل من ناحية المعالج فهو أحدث معالج موجود حالياً اللي هو من Qualcomm Snapdragon 8 Elite الرام اللي موجود بكل الهواتف هو 12 جيجابايت عندنا الألترا بطاريتها 5000 ميلي إمبير آور نسخة الـ S25 Plus فبطاريتها 4900 ميلي إمبير آور أما نسخة الـ S25 فهي 4000 ميلي إمبير آور جايكم إن شاء الله في مراجعة كاملة تفصيلياً نجرب التصوير الزوم نجرب يعني مميزات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة وتم إضافتها في هذه النسخة مع تدقيق أكثر على التجربة على المواصفات والمميزات ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى إذا أعجبكم المقطع أضغطوا زر الإعجاب وشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم ويشرفني إنكم تشتركون بقناتي أو تتابعون أحد حساباتي الظاهرة على الشاشة وهذه أطيب تحية من محدثكم طارق من قناة طارق تيكس وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر